حرب سبرانية مجهولة التوقيت تضرب العمق الإيراني منذ أكثر من عامين كان آخرها الهجوم السبراني الذي عطل محطة الوقود التي تعاني أصلاً من عجز كبير وبعد أسبوع من الصمت اتهمت إيران، ولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ العملية من الناحية التقنية تبين أن الهجوم الذي عطل محطة الوقود وكذلك الهجومين السابقين نفذهما وبلا شك أعداء طهران الولايات المتحدة وإسرائيل وفق ما أعلنه رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي الذي أضاف أيضاً أن الهجومين الذين استهدفا نظام سكك الحديد وميناء الشهيد رجائي كانا متطابقين مع هجمات محطات الوقود كانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحدثت عام 2020 عن وقوف إسرائيل خلف هجوم معلوماتي طال ميناء الشهيد رجائي وذلك رداً على ما قالت الصحيفة إنه هجوم إلكتروني إيراني على منشآت هايدروليكية مدنية إسرائيلية وتعود إحدى أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران إلى سبتمبر عام 2010 حين ضرب فيروس ستانسيت منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي ما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم محاسن حدارة العربية